بتسأل بقى عن نصيحة لزوج بيدرب زوجته وهي باقي عليه طيب ما هو عايز ايه اكتر من كده واحدة باقي عليك ربما انك انت بتمدي ايدك يعني النفس السلام اللقاء يعني قال ولن يضرب خياركم يعني مش من خيار الناس والنفس السلام ما ضرب امرأة ولا خادما قط عمره ما تمدت ايده على ست ولا خادم في البيت الخادم يعني شو باقي الناس في البيت مسك الخدمين والخدمات في البيت دول عز على اي حاجة يعني عصايا جهزة الفلكة فالنفس السلام لم يثبت عنه انه ضرب امرأة ولا خادما قط فضلا عن طفل طبعا يعني فيعني الانسان يتق الله في امرأته والحياة بتمشي بالتفاهم والحوار والنقاش انما الضربة ما بيحلش ما بيجيبش نتيجة بالعكس بيهين ويكسر مش بيكسر البدن يكسر النفس ايه صح يعني هو يتخيل لو لأ مثلا ضرب ألم راح تردى وكلال ألم أباله هيبقى شكله ايه صح مثلا تخيل يعني ايه تدرى مراتك ألم راح يتشاكل تاني ديتها انت واحد كده فدتولك قبل منك شعرك بيه وفي قضا مقفول عليكم ايه يعني هتحس بيهانة اكيد طيب ما هي نفس الحالة يعني واحدة من تناس جالك من بيت ناس مطربية ومطرعية معززة مكرمة ليه تتهان عندك تمام النبي قال فإنهن عوان عندكم بشكرك شكرا جزيلا لفضلت الشيخ عصام بارك الله فيكم وفي علمكم شكرا جزيلا لحدكم كلام مهم جدا قاله فضلت الشيخ عصام دلوقتي اذكر نفسي وإياكم بهذا الكلام كل رجل كل رجل رفع أو تسول له نفسه أن يرفع يده على امرأة أي أن كانت هذه المرأة عليه أن يستمع إلى هذه الكلمات ويرجع ويسمع ويعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يده على امرأة قط وتذكروا أيضا موقف أبو دجانة